ونبقى في اليمن حيث يعتزم الهلال الأحمر الإماراتي بعدا توسيع نشاطه ليشمل مناطق أخرى خارج محافظة عدن والتي تعاني من ذات الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على اليمنيين شارف فريق الهلال الأحمر الإماراتي على الانتهاء من توزيع مساعداته على المواطنين بعدا حيث يستكمل نشاطه في مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد كبرى مديريات عدن من حيث السكان وقد استهدف فريق الهلال الأحمر الإماراتي منذ شهر أكتوبر الفائت ما يزيد على سبعة آلاف حالة وعمل فريق الهلال الأحمر على مسح شامل للحالات المستحقة للمساعدات وحصر لعدد الأسر والعائلات في عدن حيث تقسم المحافظة التي تتكون من ثماني مديريات على ثلاث فرق من الهلال الأحمر الإماراتي نقوم بحصر الأسر المحتاجة مثل الشهداء المطلقات الرامل والأسر المحتاجة أشاد فقرا في هذه المنطقة نقوم بتعبية الاستمارات عن طريق وطاقة مثل البطاقة الشخصية أو البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية ومثل عقود الزواج إذا لم يتواقع البطاقة الشخصية نقدم بدالها تكون فيه فاقد مثل عقود الزواج نستخدمها وتعددت أشكال الدعم الإغاثي والإنساني الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي لعدن حيث تصل شحنات من الأغذية والمواد الإغاثية بشكل دوري إلى مواني عدن ليستفيد منها السكان في المحافظة حيث تأتي هذه المساعدات في إطار الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة بمحافظة عدن أقدم الشكر والتقدير باسم الأهالي في حيث حداد إلى دولة الأمارات العربية المتحدة في دعمها السخي لأبناء الجنوب التي وقفت مع أبناء الجنوب في الأيام العصيبة ويعتزم فريق الهلال الأحمر الإماراتي بعد عملية المسع وحصر الحالات بعدن الانتقال إلى مناطق أخرى خارج المحافظة وتوسيع نشاطه ليشمل عدداً كبيراً من الأسر في أكثر من منطقة حيث تشمل المساعدات مواد غذائية أساسية كالدقيق والأرز والزيوت وغيرها من المواد الضرورية يواصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعداته على المواطنين في محافظة عدن حيث يستهدف ما يزيد على 450 حالة يومياً إفق خطط تضمن وصوله إلى كافة مستحقيه زكريا السعدي لأخبار الدار عدن